المشاركة الآن للشاعر عادل الفتلاوي فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نعلن إلى عضاء اتحاد الأدباء أننا في مكتبة اتحاد الأدباء سنستقبل المطالعين في يوم الخميس القادم بدءا من الخميس القادم الخميس الجمعة السبت من كل أسبوع خال قمر أسود قمر أسود يسمو في أعلى دنيا الخد يتكور زنجيا قد قرفص مبتسما مسرورا يسبح في بحر ضوئي أعلاه ليل يمتد كلي الضد يفلسف حسنا لا يدركه إلا صوفي قد يمم هذا الكون تراتيلا لم تطرق من قبل ونجوما ترحل تسكن تغرق تحزن تسعد قمر أسود متكئ أبدا فوق فتاة من عاج أو مثل غبار المسك غرورا تخذ الحسن مدارا إذ فيه السحر تفرد محراب يأتيه الرزق حلالا من كلمات حسنا وأنا درويش أخشى من هذا الخالب أن يعبد حد اكتمال الجرح فيي أعذب طال الطريق وصبر قلبي متعب يمتد بي ولا نهاية قصة بمداد دمع العاشقين ستكتب وحقائب والضبط فيها ألف ليل لم يزل من شهر يار يهرب أنا لن أتوب عن الغرام فطالما ناديت خذ يا حزن إني مذنب ولكم دخلت متاهة المعنى ببعض قصيدة طفلا بحرف يلعب حتى كبرت وشاخبي هم وما زلت المضاعة وأحرفي تتهيب قديسة القلب المؤنق بالجراح فمي بأشلاء الدعاء مهذب أتأكز الأمل البعيدة وصرختي بالله رجاء بعمق يأسي ترسب شيدت قصر الأمنيات على رمال غد وموجك بالأمان يذهب ويلوح وجهك في سماء الطيف أبدو مدهشا إذ بالتفاؤل أعشب بيدي أخبئها جميع ملامحي إلا ابتسامة عاشق تتسرب ما أسعد العشاق في أحزانهم ما أسعد العشاق في أحزانهم هم يشرقون على الدموع وأغربوا وأعود أفترش الأنين ممزقا صدري بأنصال الجفاء مخضب كل المدائن غلقت أبوابها ونفيت عني خائفا أترقب والهم يبتكر الظلام يحيطني فوجدتني من كل ما بيأنظب ثلج الإجابة في يدي يخيفني حم السؤال على فمي تتلهب ماذا وجف الحرف قبل تتمتي قدر على خشب الظنون أصلب بغنائي الصحراء أثثت المدى بالأوف والياويل روحي تضرب شكرا لكم